وخلونا برضو نتكلم بقى مع حضراتكم شوية عن شكل كأس الرابط هيكون عامل ازاي التلت مجموعات حيتأهل منها صاحب المركز الاول ويعني تلت فرق وافضل فريق احصائيا تقريبا هيكون يعني ايه هو اللي بيحتل المركز التاني يعني هيشوفوا اصحاب المركز التاني في كل مجموعة ويختاروا افضلهم من حيث الرقم ومن حيث التهديف يقام الدور نصف النهائي والدور النهائي في الفترة من 1 الى 14 يونيو المقبل ان شاء الله طبعا الكلام ده هيكون خلال فترة التوقف الدوري بسبب الاجندة الدولية كمان البطولة مش هتحمل الاندية اي عباء مادية لان كل فريق هيشارك فيها دي البطولة هيحصل على 100 الف جنيه مساهمة من رابطة الاندية وسيحصل الفائس باللقب على مليون ونصف جنيه مصري والوصيف هيحصل على مليون جنيه وصاحب المركز التالت هيحصل على 500 الف جنيه والرابع 250 الف جنيه وفعلا فكرة لطيفة جدا ومثمرة ومفيدة لكل الفرق بتطفق معك ترجمة نانسي قنقر